بحكية كل الأسر المصرية وكل الطلبة والطالبات في مراحل التعليم المختلفة بيبحثوا دلوقتي عن موضوع حزف المناهج في الترم التاني أو الفصل الدراسي التاني يعترى ايه هي الأجزاء المحزوفة والأجزاء الغير مقررة الأجزاء اللي مش هيذكروها علشان يركزوا على الأجزاء الأخرى اللي هيمتحنوا فيها هل فعلا وزارة التربية والتعليم هتحزف أو هل هتعلن حاجة اسمها للاطلاع فقط زي كل سنة ولا ايه بالزبط طبعا موضوع الحزف من المناهج ده خاص بفيديو النهاردة هنعرف حقيقته بالزبط خليكم معنا عشان تعرفوا كل التفاصيل كشفت سلاسة مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم لبوابة الأهرام القرار النهائي الخاص بتخفيف مناهج صفوف النقل والشهادة الأدادية بعد الاستقرار على تبكير مواعيد امتحنات نهاية العام الدراسي وتقرر بشكل رسمي بعد استبعاد أعياد الأقواط من خريطة الامتحنات أن تبدأ امتحنات نهاية العام الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الأدادية خلال الفترة من يوم 8 مايو وحتى يوم 23 مايو واتفقت المصادر التلاتة على أنه لا توجد نية أو خطة لتخفيف مناهج الترمي التاني لا لصفوف النقل ولا الشهادة الأدادية ولا السنوية العامة ولا أي صف دراسي بالبلد كده يعني وقالت المصادر خريطة توزيع المناهج تنتهي بنهاية شهر أبريل وبالتالي لا نية للتخفيف أو الحزف ولن تتأثر المناهج بقرار تقديم مواعيد الامتحنات من عدم ولفتت المصادر أيضا إلى أن امتحنات نهاية السنة الدراسية للنقل والشهادة الاعدادية هتكون خلال الفترة من 8 مايو حتى 23 مايو لا قبل هذه الفترة ولا بعدها كما أن امتحنات النقل والشهادة الاعدادية لن تعقد مع بعضها ولكن سيتم البدء بالنقل وبعدها الاعدادية مراعاة لأولياء الأمور زي كل سنة ده يا جماعة خبر النهاردة اللي من خلاله أكدنا على أنه لا نية لحزف أي أجزاء من المنهج في مراحل التعليم المختلفة أشكركم وإن شاء الله تركبوا معنا كل جديد في حينه من خلال اشترككم بالقناة وتفعيل الجرس على الكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر